ضخت المملكة العربية السعودية ما مقدره مليار وستمائة مليون ريال لإغاثة الشعب اليمني جراء الأوضاع المأسوية التي يعيشونها منذ انقلاب الحوثي والمخلوع على الحكومة الشرعية اليمنية والسيطرة على ما فاصل الدولة وتصدرت المملكة دول العالم في الاستجابة للنداء الإغاثي العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الصحية للشعب اليمني بمبلغ 274 مليون دولار وما بين 25 ألف عالق يمني خرجوا من اليمن قبل الأزمة لتلقي العلاج في مصر والهند والأردن وانقطعت بهم السبل في العودة إلى الأراضي اليمنية أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إعادة 18 ألف مواطن يمني إلى مناطقهم بإجمال نفقات قدرها نحو 8 ملايين دولار وهي واحدة من أهم مراحل الإغاثة سماء محافظة تعز كانت أحد الحلول لإغاثة أكثر من 4 مليون مواطن محاصرا من قبل المليشيات إذ تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية من كسر الحصار وإغاثة سكان تعز عبر إسقاط جوي لنحو 40 طن من المواد الطبية والإغاثية للمناطق المنكوبة إعادة الأمل للشعب اليمني عمل إغاثي وإنساني يواصله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإعادة تأهيل الدورة الاقتصادية لليمن والبنية التحتية والمتطلبات الرئيسية للحياة الطبيعية في ظل رعاية صحية وإنسانية متكاملة حيث تولى مركز الملك سلمان تأهيل المراكز الجماعية وتجمعات النازحين داخل اليمن وشبكات الحماية المجتمعية بكلفة قدرها 31 مليون دولار لتتنوع عطاءات المركز لترسيخ شعار إنسانية بلا حدود كواقع يلمسه المواطن اليمني في شتى المجالات